وقرب زيدني علما اخذوا فكرى حول الامتحان. تثبيت بعض المعلومات لما اراد ذلك. اسمح التقريمية الأول بلادان. يمكن تضع التبايل الاراء حول ماذا تضمن الشريعات اسلامية للقيمتي السلم والتعايش؟ أو هل تشريعات إسلامية تتضمن السلم والتعايش أو هل إسلام يتضمن قيم السلم والتعايش كل هذه الأجوبة تعتبره صحيحة إذن يقبل كل جواب صحيح بسبب التعاريف عندنا تلسة التعاريف عندنا التعايش كما مطلب هو منكم هنا إذا عندكم التعايش عندكم الشريعة ثم كذلك القرآن الكريم إذن هنا بسبب التعايش هو التوافق داخل المجتمع رغم الاختلاف في الدين والمذهب والتفاهم بين الشعوب بعيدا عن الحرب والصرع هذا تعرف أولى الدير هو الاستعداد وللعيش المشترك مع الآخر المختلف في الدين والجنس واللسان أو الدير أن يعيش البعض مع الآخر المختلف حياة قائمة على المسالمة والمهادنة هذه كلها أي واحد درتفع يعتبر جوابك صحيحا بسبب الشريعة هي التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات والأخلاق لتنظيم علاقة الناس بربهم وببعضهم البعض كل ما شرعه الله تعالى للمكلفين من عباده من الأوامر والنواهي التي تنظم شؤون الحياة وسلوك الإنسان الفرضي والجماعي أولى الدير كل ما وارد في كتاب الله وسنة نبيه من أحكام وتشريعة تتعلق بحياة المسلم العامة والخاصة إذن أي تعريف من التعريف فالجواب ديالك صحيح القرآن الكريم بينه وكلام الله تعالى المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المتعبد بتلاوته من قوة إلينا بالتواتر معجز لفظا ومعناه إذن هذا السؤال الثاني إذن لحد الأن كيبير الأمر بينه السؤال الذي بعده استخلص من وضع موقفي الواردين فيها كيعد نجد الموقف الموقف الأول والموقف الثاني إذن هنا تدخلت موضحا إذن هذا الموقف الثاني أفن في الأول تدخل منافسك قائلا إذن هذا الموقف الأول بمعنى الموقف الأول نقول فيه لا أدلة واضحة على تضمن تشريعات إسلامية لقيمتي السرم والتعايش إذن الموقف الأول تقول بأن ما كنتش دليل على أن التشريعات الإسلامية تتضمن قيم السرم والتعايش هذا موقف الموقف الثاني والضد دياله العكس دياله تقول هناك نصوص من القرآن الكريم وكذلك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على اعتبار قيمتي السرم والتعايش قياما إسلامية أصيلة إذن واحد تقول لك ما كنتش أدلة واحد تقول كين أدلة بأن الإسلام دين يتضمن قيم السرم والتعايش إذن هذه هي المواقف مهم يقبل كل جواب مناسب مهم توصلها للفكرة هذه بالنسبة للقواعد التجويد قواعد التجويد حتى هي ما صعبش بيّن نوع القاعدة التجويدية الوالدة في العبارات الآسية أتلاحظه هنا ميثاقكم إن ميثاقكم إن إذن هنا رائعنا جلقة القواعد عدنا ميثاقكم فيها محد طبيعي فالي إذ تدرتي ميد طبيعي رح تجاوب دلك صحيح ميثاقكم إن مد طويل منفصل مد طويل منفاصل إذن جلقة القواعد اللي تدرتي فهم رأي الجواب دلك صحيح هنا لا рؤوف الرحيم لا رؤوفن فيها مد البدل وهنا إذن جمعنا بجج لا رؤوف الرحيم عندنا هنا إضغام التنوين عندنا هنا التنوين إضغام التنوين بدون يغنى إذن هذا هو الجواب إذن هنا في عناصر الإجابة دير المد منفاصل الإضغام ولكن هنا المصحح رأيق بل الجواب إلا درتيته شيء قاعدة من القواعد الأخرى المهم رأيك قلتي شيء قاعدة من ذوك القواعد اللي مذكورة في الإطار المرجعي إلا كانت صحيحة رأي جواب ديرك صحيح بالنسبة للسؤال الذي بعده هنا قال لك الصنبيط مضمونا هذه الآية هذه الصنبيط مضمو مناسب لما تحتوي خط في السند نرجعنا للسند ناوى ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين مهمة نتبيل لنا أشنبغي يبيل لنا الله عز وجل مثلا التعجب من عدم الإيمان بالله رغم الحجج والبراهين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقبل كل مضمو مناسب مهم تحاوى توصر لنا الفكرة بشكل واضح السؤال لمرة ندرسوا بسرعة ما بوش نعطل عليكم بزاف ثم هنا قال لك ورد في السند قوله وتعالى ليخريجكم من الظلمات إلى النور أبرز بإجاز ما نهج القرآن الكريم في تزكية النفس هذا مع شكينش بزاف تلامت يتلفوف في مع العلم أنه را مذكور ذكرنا في شرحته في الدروس وكذلك كي نحتفل في الملخ خاصة إذن هنا قال لك يشير المترشح إلى مائل ويقبل في تحل كل جواب مناسب إذن في منهج القرآن نقوله تأكيده المتكرر على تطهير النفس وتزكيتها بالأخلاق الفاضلة الترغيب في تزكية النفس من خلال بيان التواب الجزيل الذي أعده الله لمن زكى نفسها وبالطاعات وشفنا ذيك الآية ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلحها من زكاها وقد خاب من دسها الدعوة إلى الالتزام بالتوحيد لأن التوحيد يبعد النفس عن الكفر والشرك لحتى على مكارم الأخلاق الدعوة إلى التأمل والتدبر في مخلوقات الله وعظمته وهكذا النهي عن الأخلاق الفاسدة والصفات الدميمة كل هذا را تدخل في منهج القرآن الكريم السؤال الذي بعده ورد في الوضعي أن ما يروج من الدعاء للسلم والتعيش في الإسلام لا يستاند لأدلة واضحة هنا استدل بنص قرآن مناسب يرد على هذا الرأي شيء نص كيبي بأن الإسلام يدعو إلى السلم والتعيش مثلا هم أقترحين عليك هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم هنا يقبل كل نص شرعي مناسب ممكن مثلا تكتب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذن هذه آية بسيطة ممكن تديرها ويعتبر جوابك أيضا جواب صحيح إذن أنا كل آية دارتيها في هذه القيم للسلم والتعارف والتعيش فيعتبر جواب ديارك صحيح بل السؤال الذي بعده بناء على ما اكتسبته من وثيقات المدينة أذكر بأسلوبك بندين من بونود جدية البونود يؤكداني ميل للرسل إذن من تلك البونود هناك عدة بيون مثلا العد والمساوات بين جميع الطوائف ومنع الظلم عدم الإكرار في الدين الحماية والنصرة بين الطوائف المدينة ضمن حرية التنقل والأمن والسلم وهكذا إذن هذه البونود التي يتم مرها تقريبا كلها تدل على قيم السلم والتعيش بالنسبة لهنا الجدول ورد في الوضع يقول لك وصولا إلى اعتبار حفظ السلم والتعيش غاية من غاية إمارة المؤمنة طب هنا فقط هذه تميز بين الغاية وبين الأسس بالنسبة للبيعة البيعة هي من الأسس ضمان حرية الأفراد وحقوقهم على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم هذه غاية أهل الحل والعقد هذا أساس رعاية الفتوى والتنظيم الشأن الديني هذه غاية من الغاية إذن أمر بسيط إذن هنا على مهنة على مهنة على مهنة على مهنة على مهنة على المصيغة ديرك أتعرف الجواب ديرنا بناء على مكتسباتك ومعلوماتك ركب خلاصة في حدود ثلاث أسطور تبرز فيها دور إمارة المؤمنين في تحقيق السلم والتعيش وتنظيم الشأن الدين إذن هنا نقول من الغايات الأساسية لإمارة المؤمنين ضمان حرية الأفراد وحقوقهم على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم اللغوية والعرقية وإقامة العدل والمساواة بين الكل وإقامة العدل والمساواة وكذلك تنظيم الشأن الديني من خلال حفظ الأسس الدينية للأمة والمدهبات لك وغير ذلك فإذا قام أمير المؤمنين بهذه الأمور فإن من نتائج ذلك تحقيق السلم والتعيش داخل المجتمع إذن هذا كجواب رأى أمور بسيط من سبلة السبعة لا يتحقق الأمن والسلم بالتزام المسلم بتعريم الإسلام عقيدة والشريعة هنا مطلوب بي العلاقة بين العقيدة والشريعة هذا من أسهل الأسئلة هنا في عناصر الإجابة قال لك العلاقة يشير إلى الآتي نصف نقطة لكل عنصر أنك تبين بأن العلاقة بين العقيدة والشريعة هي علاقة ترابط وتلازم وتكامل وأن العقيدة هي أساس الشريعة وأنه لا تكتمل العقيدة إلا بتجسيدها في العمل الصالح وأنه مهم تبين بأن هناك علاقة تكامل وترابط وانسجان بين العقيدة والشريعة ولا يمكن الفصل بينهم إذن عندك هنا حرية التعبير المهم تصل إلى الفكرة ويقبل كل جواب مناسب السؤال الذي بعده متعلق بإيتي بالنص الشرعي المناسب من صورة الحديد لكل معطى من المعطيات الآتية عندك ترابط العقيدة والشريعة وجزاء المؤمنين يوم القيمة نباين ترابط العقيدة والشريعة آيعين من عودوا فيها قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ثم جزاء المؤمنين يوم القيمة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراءكم اليوم وجنات تجري من تحتها النهار وخالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم إذن آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه المعطى الثاني يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم إذن هنا إلا كملت الآية كاملة جواب ديالك صحيح حتى للأخر وقفتها حتى لحده نرى جواب ديالك أيضا صحيح هذه من الأمور هي سهلة وواضحة ولدت شيء آية أخرى في هذه المعنى كتضمن هذه المعنى رأى أيضا يعتبر جواب ديالك صحيح فهنا المصحح كيشوف ديالك الآية اللي كتبتي تمها واش فعلا فيها ديالك العناصر لما فيهاش ثم السؤال الذي بعده تأمى السند الثاني ثم أنجز المطلوب استخرج من السند غاية الزكاة الواردة فيه إذن هنا شنال غاية ديالك الزكاة الواردة في هذا السند أنا لقرنا السند إن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب مرضات الله إذن هنا من غاية الزكاة طالب مرضات الله أو نيل مرضات الله تعالى فإجاب الزكاة علاج صالح لإزالة مرض حب الدنيا إذن من مقاصدها علاج حب الدنيا وهكذا إذن هذه عندنا جوجة ديال الغايات من غايات الزكاة إذن الغاية التعبدية نيل مرضات الله وقد يريد المترشح لغاية التربية علاج مرض حب الدنيا إذن هنا جوجة ديال الغايات اللي درسي فيه مرة الجواب ديالك صحيح إن شاء الله ثم عندنا السؤال الذي بعده لتحقق الزكاة غايتها لابد من انتخاذ تدابير عملية لذلك لذلك أذكر تدبيرين عمليين وهكين شوحدين ديخين مع التدبيرين عمليين مع الأمرة سهل وتم شرحه في الدروس أكثر من مرة تدابير العملية اللي ممكن ديره مثلا قلنا أن تشرف الدولة على القيام بتحصيلها وتوزيعها على مستحقها وهذه اللي قلنا اسمتها مأساسات الزكاة يعني تكون مؤسسة هي اللي تتكلف بهذه العملية كذلك أن توجه لمستحقها تعطى لمن يستحقها ثم كذلك أن تؤدى ابتغاء مرضات الله لا لمصلحة أو مقابل خدمة كذلك تشجيع الأغنية وحتهم على إخراج الزكاة كذلك دفعها لمن يستحقها دفعة واحدة إذا كان ممن يقدر على استثمارها أو تعطالي العاجز بشكل دوري هذا شيء كاملة شرحنا إذن أنا مطلوب أن تكون غير جوجة من هذه الأمور هذه ليست فقط غير جوجة من هذه الشاشة أي جوجة درتيم منه يعتبر جوابك جواب صحيح هنا السؤال الأخير حدد موقفك من قول منافسك بل ما نشاهده في الواقع من صراعات ونزاعات دينية وعرقية سواء بين المسلمين أو غيرهم توحي بغياب قيمتي السلم والتعايش في التشريعات الإسلامية يعني أنت يقول لك هو أن التشريعات الإسلامية ليس فيها قيم السلم والتعايش انطلق من هذا الواقع الذي نعيشه أولا يتخذ موقفا سلبيا بمعنى تقول لا أتفق معه ضرورة تقول لا أتفق معه ثم يعلل تذكر بعض الأمور مثلا هنا عندك حرية مثلا تقول أن الصراعات والنزاعات لا تمثل حقيقة الإسلام وميله إلى السلم والتعايش مثلا انحراف عن منهج السلم والتعايش لا ينسى جمعته جهة الإسلام مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف طوائف تجسد الميل للسلم والمعاملة بالحسنة ما لم يكن هناك عدوان أفعال الصحابة والخلافاء ومعاملاتهم لأهل الكتاب وغيرهم دليل على أصالة قيمته السلم والتعايش ونالجب توظف الدرس ديالك هنا قد توظف الدرس ديال وثيقة المدينة ممكن تقول لا أتفق معه لأننا رأينا في درسي وثيقة المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوثيقة جسد قيم السلم والتعايش من خلال إعطائه لغير المسلمين حقوقهم وضمان حرية المعتقد وغير ذلك ثم كذلك في الدرس ديال التعارف والتعايش أن الإسلام شرع مجموعة من الوسائل لتحقيق التعارف والتعايش سواء بين المسلمين أو بين المسلمين وغيرهم وصمر هذه المعلومات لأن هنا يقبل كل تعليل مناسب المهم تبين بأن هذا الإنسان يعني موقفه موقف خاطئ وأن هناك قيم للسلم والتعايش وأن الإسلام يدعو إلى قيم السلم والتعايش وأن هذا الواقع الذي يعيشه بعض المسلمين فهو لا يعكس حقيقة الإسلام لأن الخالة ليس في الإسلام وإنما فهدوك الناس الذين لا يطبقون الإسلام كما يجب إذن كان هذا هو التصحيح نتمنى أن تكون هذا الشيء يعني فهدكم وتعرفوا فين كان عندكم الخطأ وبالتوفيق والنجاح للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرب زدني علما